نستكمل أمثلة على تحقيق شروط نظرية rule بيقول لي هل الدالة y تساوي x2 على ثلاثة تحقق نظرية rule على الفترة المغلقة من سالب واحد لواحد يعني هل الثلاثة شروط متحقين ولا لا الشرط الأول أن الدالة دي متصلة على الفترة المغلقة من ناقص واحد لواحد ولا لا فبنقول إيه بقى y2 على ثلاثة معناها الجزر التكعيبي لx تربيع عرفنا قبل كده أن الجزر التكعيبي ده يعني دالة جزرية ذات أس فردي وبالتالي يبقى مجالها مين مجالها r كلها طيب إذن هذه الدالة متصلة على r إذن فهي متصلة على أي فترة جزئية منها فهي متصلة على الفترة المغلقة من سالب واحد إلى واحد يبقى الشرط الأول متحق طيب الشرط الثاني ده الشرط التالت بقى لما عوض عن x بسالب واحد تربيعها يبقى بواحد الجزر التكعيبي بتاعها يبقى بواحد طيب لما عوض عن x بواحد تربيعها يبقى بواحد جزرية التكعيبي أيضا يكون بكم بواحد يبقى الشرط التالت متحق لكن الشرط الثاني ليه مش مضحق لأن لو جيت أشتق دي يبقى المشتقة بتاعتي ويداش تساوي 2 على 3 الجزر التكعيبي لإكس الدلة دي يا شباب غير معرفة عند أصفر المقام إيه اللي يخلي المقام صفر إن إكس تساوي كام صفر طب وهل الصفر ينتمي للفترة من ناقص 1 إلى 1 موجود في الفترة دي يبقى هي غير قابل اشتقاق على هذه الفترة المفتوحة من ناقص 1 إلى 1 يبقى كده الشرط الثاني غير متحقق وطالما الشرط الثاني غير متحقق يبقى هي لا تحقق شروط نظرية رول يعني إيه؟ يعني لن تجد عدد موجود في الفترة من ناقص 1 إلى 1 بحيث إن المشتقة بتاعتها تكون بكام تكون تساوي صفر تشوف المثال اللي بعد كده بيقول لي هل الدلة وي بتساوي إكس تربية ناقص 1 على إكس تربية زائد 1 تحقق نظرية رول على الفترة من سالب 2 إلى 2 الفترة المغلقة مبدئيا كده الدلة دي دلة مالها أيوة دلة كسرية يعني بسط ومقام خلاص؟ طيب مجال تعريفها هو إيه؟ أر معدد أصفر المقام لكن المقام ده ما يساويش صفر ليه؟ إكس تربية حاجة مجابة زائد واحد يبقى تبقى دايما مجابة عمرها ما هتساوي كام صفر وبالتالي مجال تعريفها هو مين؟ مجال تعريفها هو أر إذن فهي متصلة على خط الأعداد ومن ثم متصلة على أي فترة جزئية منها ألا وهي الفترة المغلقة من ناقص 2 إلى 2 يبقى الشرط الأول إيه؟ مضحق طيب الشرط الثاني لما يشتق دي هقولي المقام تربيع المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام في الناتج في الآخر هتفضل لك 4x على x تربيع زائد واحد لكل تربيع طيب دي ما لها؟ دي قابلة للاشتقاق لأنها دالة كسرية فمتصلة على القارب هي قابلة الاشتقاق على الفترة المفتوحة من ناقص 2 إلى 2 الشرط الثالث إن لو جتعوض في الدالة الأصلية فوقها عن x بسالب 2 هلاقي الناتج بيساوي 3 على 5 لو جتعوض عن x بتساوي 2 هلاقي الناتج بيساوي 3 على 5 يبقى قيمة الدالة عند نهاية الفترة تساوي قيمة الدالة عند بداية الفترة إذن الثلاث شروط متحققين ثلاث شروط بتوعنا زي طرور متحققين إذن يوجد عدد c موجود في الفترة من ناقص 2 إلى 2 بحيث بحيث دي المشتقة بتاعتها لما شيل كل x وحط مكانها c تبقى 4 c على c تربيع زائد واحد لكل تر لما ساوي الكلام ده بالصفر يبقى معناه إن البسط هو اللي بيساوي صفر يبقى 4 c تساوي صفر لما أقسم على الاربع يبقى c تساوي صفر هل c موجودة في الفترة مفتاحه من ناقص 2 إلى 2 أيوة موجودة وبالتالي يبقى بتحقق شروط نظرية رول والعدد بتاعي اللي موجود في الفترة من ناقص 2 إلى 2 بحيث المشتقة تساوي صفر هي x هي c تساوي صفر أو x تساوي صفر تساوي صفر